موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنحاول نتكلم عن بعض الأمور التي يحضي منها الإنسان في أيام الصيف بينات مجموعة من الدراسات والذي قام بإعدادها أطباء على أن الحرارة يصعب معها العمل المعدة والأمعاء خاصة أن هذه المعدة والأمعاء العملية الهضم كانت تولي صعيبة بالضبط بالنسبة للمواد الغانية بالبروتينات والسكريات المعقدة والتي نوجدها في اللحوم وكذلك في الأنواع الخبز التي نأكلها يومياً وبالتالي هذا اللحوم وهذه الأنواع المعقدة للخبز زيادة على عدم المضغ الجيد المواد الغدائية تعطينا طروفة كبار التي يمشون مباشرة إلى المعدة وهذا يؤدي إلى عسر الهضم ولكن هناك عسر الهضم زيادة على المواد الغدائية في الجسم الإنسان وهذا ترتب عليها كذلك مع الوقت ظهور الكسل في القولون وهذا الظهور الكسل يجعل المواد الغدائية توقع مدة طويلة في الجسم الإنسان ترتب عليها تجفيف وتعطينا ما يسمى بالإمساك وهذا الإمساك يكون سبب في ظهور ما يزيد على 55 مرض فعسر الهضم وبعض الحالات تسبب لنا بعض الحالات التعفل والتسمم نتيجة طول الفترة البقاء في الجسم وهذا يظهر ظهور غازات وظهور انتفاخات التي يمكن أن الإنسان يكون فيه غناء عنها ونصح الأطباء باستثمار فصل الصيف لتنظيف الجسم الإنسان من تراكمات المواد الدهنية السكرية الزائدة وخاصة نحن نعرف بأن المحلول سبب يلعب دور في أنه ينقي الجسم من هذه السموم إضافة إلى الفواكه التي كانت في الموسم تلعب دور كذلك في تنقيات الجسم من هذه السموم وإراحة المعدة من المواد صعبة الهضم والامتصاص في الحرارة وهذا يجعلنا نصح إلى اللجوء إلى مواد أخرى متوفرة بكتاء في هذا الفصل كما قلنا الفواكه وكذلك الخضروات لما تتعرض للزراع المغطات للنمو البلاستيكي ولا أي شيء من هذه الأنواع فهي نباتات طبيعية ونباتات موجودة بشكل تلقائي في هذا الصيف والتي تلعب دور كبير ومفيد ومريح للمعدة والجسم في أثناء الحرارة وشددها كذلك المتخصص في التغذية على ضرورة الابتعاد عن تناول اللحوم لما لها من تأثير سلبي على جسم الإنسان سيما في الفترة التي تكون فيها الحرارة مرتفعة خاصة في هذه المرحلة ألا وهي المرحلة الصيفية لكم مني أفضل تحيات الدكتور محمد أحسين